خيبة أمل كبيرة أصيب بها الحراك الشعبي وقوى المعارضة السياسية من موقف الجيش المتمسك بمؤسسات الانتقال الدستوري والمؤيد للإبقاء على حكومة نور الدين بدوي وتجاهل مطلبهم خصوصا أنهم تجنبوا الصدام مع الجيش منذ بدء الحراك في الثاني والعشرين من شهر شباط الماضي كما حاولوا تلافي التعرض للمؤسسة العسكرية وقياداتها على الرغم من بعض المواقف التي أبداها قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح إزاء التظاهرات الشعبية والمتظاهرين في بداية الحراك إذ سبق له أن وصف المتظاهرين بالمغرر بهم والتظاهرات بالنداءات المشبوهة وعبرت مختلف الأحزاب السياسية عن رفضها لهذا المسار الذي رأت أنه سيؤدي إلى إعادة إنتاج النظام السابق ومنح هامش من الوقت لتصفية ملفات الفساد وإطلاف الوثائق خصوصا في ظل وجود حكومة وزراء لا يرتاح لهم الشارع والقوى السياسية بسبب صلاتهم بالنظام السابق ولورود أسماء بعضهم في قضايا فساد وتدفع هذه التطورات القوى السياسية المعارضة إلى التخطيط لعزل سياسي ضد رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح الذي يدعمه الجيش وممارسة ضغوط سياسية وشعبية ضده عبر رفض الاعتراف به ورفض التعامل معه أو المشاركة في مشاورات سياسية تعهد بإجرائها بن صالح يوم الثلاثاء الماضي حول إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات التي تطالب بها قوى المعارضة منذ سنوات وفي هذا السياق قال رئيس حزب جيل جديد جيلاني سفيان إنه من الخطأ المشاركة في المشاورات مع بن صالح حول أي موضوع كان فهذا الرجل تحديدا بحسب الحزب قاد مشاورات مزيفة عام 2012 التي لم تكن حينها سوى لعبة سياسية من قبل النظام لتهديئة الشارع بعد احتجاجات كانون الثاني عام 2011 كذلك أعلنت حركة مجتمع السلم عن موقف رافض للمشاركة في أي مشاورات ينظمها بن صالح بشأن إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات واعتبرت الحركة أنها غير معنية بأي مشروع سياسي لا يقوم على أساس الحوار والتوافق وتجسيد الإرادة الشعبية ومع التظاهرات الشعبية المطالبة بتغيير النظام ورحيل عبدالقادر بن صالح والتي تزداد اتساعا يوما بعد يوم تبقى أصوات هذه التظاهرات الصامدة بوجه استمرار الطغيان ولو تغيرت وجوهه تبقى الرهانة الأكبر على تحقيق المطالب المنشودة للشعب